السلام عليكم إذا في هذا الفيديو سنوضح أحد الأمور بسيطة متعلقة بالنمي ورولز قوانين الساسيس والتسمية المتعرفة عليها بحل ماكا بالنسبة لأول حاجة نبدأ بها لا يهمش كيفاش كسبتهم في الساسيس سواء ماجسكولا مينسكولا يعني يراهم كيس انسانسيب لا يجب أن يكون عادي بحل ماجسكول بحل مينسكول لاحظوا هنا هاته الاش دوه بدلته البايد بدلته ودرته تاو ماجسكولا ستلقوا أنه ستيل ديالباقي مطبق هذا بقي باللون ديالبا وهات العناوين ديال الاش دوه تاوما بقي بالبراون ديالبا إلي رجعنا حاجة أخرى هات القاعدة مكتبكاش على شكون على الايديز وعلى الكلاسز بالنسبة الايديز والكلاسز كيف مما كتبتيهم في الساسيس أو لفلاش تيميل خاصة تعود تكتبهم في الساسيس عدي تطبيقهم مثلا عندك هنا مكتبة كلها مينيسكول في حالتي لغلطي وكتبتي م كبيرة وخا هي باقي كتك تقرأ مينيسكول ما بقاش عندنا الورنج هنا في العنوان بدون خاصك تحتارم الماجيسكول والمينيسكول في التسمية ديال الائديز وحتى ديال الكلاسز ما يمكنش أنك تجي وتقول لا رأى بحال بحال ماشي بحال بحال ماشي هي مينيسكول ندزل حاجة أخرى بالنسبة للتسمية ديال الكلاسز والائديز عندها قانون عندك الحق تستعمل غير واحد النوع بحلقة ديال الكاركتر واللي هو كان عندكم من احتل زيد صغار مينيسكول وعندكم من احتل زيد ماجيسكول عندكم الارقام من صفر تل تسعود وعندكم واحد تيغية السيس خلاص الهايفن والأندرسكور تيغية الويت وعندكم الكاركتر اللي كانين في في الايسو 10640 هادو هما اللي متاحين لكم ما يجيكم شهد شي كتير وبحلقة تخصني مشي نقلب علشنا وذك سات ديال الكاركتر ايسو 10640 يكفي أنك تتبع واحد القائدة سامبل واللي كيمشي باع اغلبية الناس مني تكون كدير تسميات حاول سمي بحلقة تكتب الانجلي يعني تفادع لك وخورها ممكن انك تديره ممكن متلا كي نقع واحد القادية اللي صعيبة بزاف اللي هي العربية ممكن انك تدخل كلاس دخل فيها العربية وتخدم كل ما هذي شي دي يقدم هنديروها كا أنا درس مثلا حرف الميم ما بين اب وديك او اغ واندير وانجي هنا ونفس القادية ندير حرف الميم هنا ايه واندير اغو جي ستغير بالطبع انه ابر بقى خدام مكين تشي مشكل ها ما جي سكي الخدام غير ما حرف شكونا هو هذا المتطرف اللي غادي يمشي دير حرف ديال العربية مخلطة مع فرنسي وضعكم النساء لكم ما تديروش هادا ما تديروش هاد الاجب هذا كيف قلت لكم خدوا حرف ديال الانجليزية ما فيهم لا اكسونا ولا ما يتلفكم شاك الاجب اه تديروا حرف عاديين وتديروا الارقام ديالكم ديروا تاعت سيس ولا تاعت الويت الى بغيتو حاجة اخرى رغم انه انت متاحي لك هادلي كاكتاك كلهم هاد سيت كاملو غير هو كين واحد القانون اخر اللي اشنو كيقول في الاول ما عمرك تبداي الساس اسمية ديال كلاس ولا ايدي برقم مني تدير لي واحد ابر وجي هنا وتقول لي تاني واحد ابر ما غير يفهم ليك وانو دونك هنا يرا ما جي سكيول ما تطبقش الى حياتي ها عادي يخدم هادش هادا دونك ما تديرش الارقام في البداية ها هو رجع بلاستو ما تديرش الارقام في البداية ديال الاسم ديال الكلاس او ديال ايدي وحاجة اخرى عندك الى درتي تيغي تسيس ممكن تبدأ بها عادي را تخدم هاك غير الاشكال هنشروه هنا بقي ما اونغو جي ستخين ها هو غير الاشكال ما تديرش تيغي تسيس وتبع لها رقم بالنسبة ليه بحال لا درتي لي الاشكال كان قبل انك بديتي لي الاسم بواحد الرقم وهو ما عديش يقبلها كين في سيتواب ديال دبل فيطر واسي اللي هو السيتواب اللي كي يعطينا القوانين واي حاجة خرجت ديال سواء الله اشتعمل بلا سي اس اس هنا يقول لك انه ما تديرش جوج تيغي تلسيس ولا جوج ديال هايفن في الاسم ديال الكلاس او كلا الاي دي البيوش الكلاس والاي دي مديرش فيهم في البداية هايفن من الاحسن تفادى هادي وخيبه لك هادش يخده مادام قالوا لك انه في التسمية ما تديرش جوج ديال هايفن ما تدير شجوج ديال هايفن وسائلين